أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 180 ألف بطاقة ناخب جاهزة ولم يستلمها أصحابها دعية وسائل الإعلام إلى حث المواطنين لمراجعة مراكز الانتخابات واستلام بطاقاتهم وأكد عامر موسى الحسيني رئيس اللجنة المركزية لانتخابات برلماني إقليم كردستان الاستمرار بتوزيع بطاقات الناخبين لغاية يوم الاقتراع مطالبا الجميع باستلام بطاقاتهم قبل ذلك اليوم تفاديا للإرباكة جاءت هذه التصريحات في اجتماع للمفوضية مع نقابة صحفي كردستان ومدراء وسائل الإعلام فيه ووزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان وبحسب إحصائيات المفوضية يحق لمليونين وثمانمائة وتسعة وتسعين ألف شخص المشاركة في انتخابات إقليم كردستان بعد حصولهم على بطاقاتهم البيومترية تاستعى نزيكي سطو هشتا هزار كارتي دنگدان لبنككاني